جايب لكم النهاردة حقيقة مؤكدة عن برنامج رامس جلال في رمضان عشرين اربعة وعشرين. مبدئين البرنامج هيكون موجود كالعادة على شاشة ام بي سي مصر. لكن البرنامج مش هيتم تصويره في السعودية زي كل سنة. البرنامج السنة دي هيتم تصويره في الامارات. فرقر البرنامج رامس جلال السنة دي هتكون متاخدة من فورمات عالمية. الفورمات هنا بتكون ان الديف بييجي يخش في برنامج مسابقات فيه اكتر من المسابقة الرياضية. وبيفضل ان هو يعمل المسابقات دي لحد في النهاية بيتعامل في المقلب في احدى هذه المسابقات. وبيكون المقلب في مرات داخل اسنسير وده اللي عرفناه حاليا والتصوير شغال ان حصل اصابات لبعض اللي ظهروا مع رامس جلال في رمضان عشرين اربعة عشرين ومن ضمنهم المقدم البرامج الرياضية عبد الناصر زيدان اللي دراعه القصر وهو بيصور مع رامس جلال وبسبب كده توقف تصوير البرنامج لمدة اسبوع عشان رامس جلال يتطمن عليه وكمان يتطمن ان الموضوع ده مش هيتكرر مع حد تاني. كمان من ضمن النجوم اللي صورهم فعلا مع رامس جلال مطرب المهرجانات كوزبرة وكمان نجوم الاهل كهرباء وامام عشور ومزال التصوير لحد الوقت يشغال في دبي يعني كتير عن اسم البرنامج رامس جلال لكن لحد الوقت ما استقرش رامز على اسم. لكن شفنا في المؤتمر السنوي اللي هي بتعلن عن برامضها اللي هتوزيع في رمضان عشرين اربعة وعشرين كتبت ان هو هيكون رامز وورلد او عالم رامز. كمان شفنا في الصورة اللي خلال المؤتمر ده من شعر رامز هيكون لونه اسود في بني.